أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأبضل الصلاة وتم التسليم على المبوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين نواصل مع حفظنا لصورة العنكبوت وفي هذه الحصة إن شاء الله تعالى سوف نتعلم بمشيئة الله وعونه وتوفيقه من الآية نعم ستين إلى آخر الصورة فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤثكون نعيد ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤثكون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤثكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يبسط الرزق الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤثكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لههم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا لههم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا لههم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا لههم ولعب صحيح وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم صح ولئن سألتهم من نزل من السماء ماءا فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله صح بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا رحبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين واصل 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 في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين صح فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون مرة أخرى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ يَلَّا قُولِ وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعاهم الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشعبون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءها أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سهلنا وإن الله لماع المحسنين بارك الله فيكم أعيّ محمد ذكر على الآية ستين تفضل وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فالخمراء المظمومة ويقدر له ديروا ديروا فاخمراء المظمومة ويقدر له ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض فأحيى به الأرض من بعد فأحيى به الأرض من بعد ويقدر له أنت تعرفها بعد من بعد هذه فيها من بعد وهذا الموضع هو موضع صعب فأستطيع بشيشاركه بالمسابقة هذا يعطى لا يخلو منه فماش مصابقة تتمنى لكم فيها السؤال هذا بإبداوة من كل نفس ذائقة الموت فهذا يحتاج إلى حفظ متين مراجعة تبقيق وتجمير فمن بعد موتها قدر فيها الآخر العنكبوت جبد من صورة لقمان جبد برشة صورة فبالتالي لابد من الاحتراز والحفظ المتين والتبقيق والتجمير واضح فأحيى به الأرض من بعد موتها من بعد تقول الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون لا يعقلون لا يعقلون اهيه وما هذه الحياة الدنيا إلا لهه ولعب 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 وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون مش يعلمون 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 له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كافي أعطيك الصحة بارك الله فيه فضل يا زينم الآية التي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من افتروا على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدين ننسب لنا وإن الله لمع المحسين دارك الله فيك شكرا خزاك الله وكل خير فضي يا نور من أول الآية وكأي من دابة لا تحمل رزقها 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 رزق هكذا حصل زي حرق المجهور رزقها رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفرون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لههم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كيف يعطيك الصحة شكرا بارك الله في واصل خديجة ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أم كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين طيب بارك الله فيك شكرا فضل آية بسم الله الرحمن الرحيم أكرة سي خيشومك كما كان هناك يت抓رّه بال predator أ سأتعلمتé أcam يعلم؟ هستبرعنا ما أن تتكلم معني عائمة السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكذا أقولها ما لم ت絶منا أن تعلم ماشل سي شهوم يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان طوosas. مطة طوية Important من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة 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 وهو السميع العليم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقُهُنَا نُونُ بعدها الخاء مظهر أبك في المصحف عندك النون فوقها سكوب عليش أخطر بعدها حرف من حروف الإظهار وَلَئِنْ خَلَقَ نُظْهِرُ النُونُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ يُؤْفَكُونَ صفي من الخيشوم يُؤْفَكُونَ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ الله يبسط الرزق يبسط سوط سين مركبا بعدها مفخمة يبسط الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم وَلَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضِ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْقِنُونَ بَلْ أَكْسَرُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبُهُ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لو كانوا يعلمون فإذا كافي 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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ عبر عنها بالحيوان لأنها هي دار البقاء أما الدنيا فهي دار فناء إحنا الإنسان يقضي في هذه الحياة ستين خمسين سنة سبعين سنة ثمانين سنة وبعدها ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة فالآخرة هي دار البقاء التي لا موت فيها حياة بلا موت خلود بلا خروج فعبر عنها القرآن بالحيوان وكلمة الحيوان تقصر بها هي البقاء الدنيا هذه قد لا يش تقضي بيش تقضي فيها كالفترة الزمنية هكا قصيرة مقارنة بالحياة من المش ننشوها في الآخرة مثلا ما يش وجه مقارنة فبالتالي عبر عنها القرآن بالحيوان وهي المعنى البقاء وضح إحنا توقف نقوله مثلا منذ نزول إقراء إلى يومنا هذا لليوم إن إحنا فيه قد يشعر منذ نزول إقراء على النبي صلى الله عليه وسلم يوم ونصف يوم ونصف لأن الغراء عز وجل يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوا اليوم ألف سنة مما نعد فمنذ نزول إقراء على النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا يوم ونصف ونصف ذق فبالتالي النسان دائما وابدا يحرص على حفظ القرآن الكريم وعلى الطاعات بأنواعها حتى يفوز من آخرة ويحصل درجة عالية درجة عالية قريبة من الله عز وجل وقريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يمكن أن يحفل إلا بالتمسك لهذا القرآن الكريم نعم فضيح فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيناهم لا نشكك فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ وَبِنِعْمَةِ وَبِنِينِي إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ما شاء الله بارك الله فيكم أنها إلاها بفضل الله عز وجل تحتاج مننا إلى متابعة ومراجعة في البيت يعني صورة هي طويلة شوية وصعيبة في نفس الوقت فتحتاج مننا إلى الأسبوع إلى مراجعة لقيقة حتى باش نثبتوها أكثر إلا بالمراجعة في البيت نعملونها أسبوع كل يوم نقراوها مرة حتى للحصة القادمة كل يوم نقراوها مرة في اليوم نقراوها من أولا لأخرها حتى نثبتوها رو كان نخليوها من هنا للحصة القادمة ما نحلوش المصح وما نقراوش أيضا ما عملنا شيء واضح ديما أي صورة جديدة ناخذوها نتعلموها خليوا أسبوع كامل للمراجعة والتثبيت كل يوم نقراوها من لول للأخر من أولا إلى آخرها يوميا حتى لا تنسا واضح ربي بيرتلكم يلا كراءة جماعية للآيات اللي اخدناهم اليوم بعد شعوركم شوية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دادة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيغان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعهم الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الله يفتح عليكم بارك الله يفتح عليكم حافظين هم يقولون إبداي آية سيتي إبداي صنوز الأول سورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ والذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم لحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا محمد واصل فأنجينا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا قمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ومن الناس مين واجعلناها آية للعالمين ها شو بعد لا مش ومن الناس وإبراهيم إذ قال لقومه وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا رزقا فبتعوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين يعلموا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَوَلَمْ يَرَوْهُ أَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وقال أُلْسِيرُوا أُلْسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ كَيْفَ بَدَأَ اللَّهُ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّنِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَا وَلِقَاءِهِ نَقْصَ مُرَاجَعَةِ أنتِي بش تشارك المسابقة؟ إن شاء الله كيفاش إن شاء الله؟ وقتاش إن شاء الله؟ بحكا بمش بتشارك إذا لم تتكرار حكا بمش بتشارك إذا حفظك جيد تقدر إيش لعلى هي؟ حافظ تفضل أما بالتكرار هذا موش جيد واضح إذن من تكراره إذن من كليل ونهارت أقل الشي يوميا يوميا إذا كان بالثلاثين يوميا تراجع ثمانية أحزاد يوميا إذا ما تراجعش يوميا ثمانية أحزاد موش لازم بمش واحدين؟ هاتفش سهلة هي رب رد بالك ناقص على خطر إيش محفوظة بالبيت إن شاء الله الأسبوع القادر بحولنا أبقاك خير من هذه الكبيرة بالله واضح؟ نور واصل بقوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجار الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين آه إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال ربي انصرني على القوم المفسدين ولمّا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من المفسدين مغابرين لا إلا امرأته كانت من الغابرين ولمّا جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية لجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين ثم كان ثم كان في سورة الروب وهنا مثل الذين اتخذوا من دون الله جمّر الحاجات الظروب وشمعش تغلط فيهم وتقوي حفظك أما كان تقرأ كاكة ومتعرفش هذي فين وهذي فين ما يتسمعش حفظ راب راب الإنسان لي ما يعرفش كل ما تشابها الجين تتشابع عليه الآية يجب يعرفها فين موجودة هذي فين في الروب هذي فينا أما كان يقرأها كاكة ما يتسمعش حفظ راب واضح يا خديجة عملك توزوز يجب أن تتعرف هذي فين وهذي فين مش نقول الفرق بينهم هذي زيدة واو هذي نقصة واو هذي بالفاء هذي باللقاء واضح يجب أن يقرأها كاكة تقوي الحفظ متاعك مثل الذين اتخذوا من دون الله اقرأي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياءك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون يعطيك الصح لا أمارك بالك والأشياء التي ذكرت هالك تجمير المتشبهات هذه والأشياء هذه لابد منها آية حافظة بالباهي من أول مورس الحزب ولا تجادلوا فراجعة ونخليك الأسبوع القادر طيب ترجع بالباهي آية أرش من نعطيك يعني دون من الوسط من هنا ترجعها الصورة كلها وهذا زينا حافظة اليون ترجعها هل الشهد حزب معه؟ يلا يقول لك عشر من احقات ونحقات فراجعها أفطي الصلاة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالذي هي أحسن إلا الذين ظلموا من هنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدون والحلل المسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطروا بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يرساهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفان تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ما شاء الله عليك أعطيك الصحة ممتازة ربي يحبك ما شاء الله عليك أعطيك الصحة صراحة ما شاء الله هاي نقرأوا الآية مع رابنا خليناهم بالجوم نخبو بها ما شاء الله حصلتها عنها ما شاء الله عليك هاي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعه الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أغذر ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سورة الروم راجعوها سنأخذوا ثمون والتكراد يكون سورة الروم وهذا ربي يوفقكم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحبكم نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونأتبه إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما من على المرسلين والحمد بجله رب العالمين شكرا خديجة قعدة راجعة على قلون ونالحفص مردوباتكم من خلق على المحسن الجديد دمقم ابأ نفسي لا يتسامح بشكل عرام. كنت تخرج من رواية الرواية يطيحوه المتسابق. فمت يقول لكم هوش مدرب للرواية اللي يقرر فاحد. يخرجوه جنوح من المسابقة. خليت علاقة لهم واضح. رجعته بدافين بالبارية.